أهلين وسهلين بالجميع اليوم المقطع راح يكون عبارة عن الإفنت الجديد اللي ينزل في لعبة هون كاي ستاير ريل فإن شاء الله يعجبكم المقطع وتستفدوا من المقطع راح أشرح كل شي لا تنسوا ليشاركك في القناة تفعل جرس نبيه حطوا لك وانشوا المقطع يستمتعوا بالمقطع أهلين 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 يوم راح ناكلى لهذا الإفنت بسرعة بنشرح كل شي مشان تقدروا تفتحوه مشان تقدروا تعملوه هو الإفنت شو الأشياء اللي لازم تعملها هذا هو شكل الإفنت بنضغط عليه هون بتشوفوا التوقيت اللي يفتح فيه وهون بتشوفوا التوقيت اللي بيخلص فيه spd. 되면 17-18 Corn هون مكتوب الأشياء اللي بيعطواك في الإفن وهون مكتوب الأشياء اللي لازم تعملها مشان تقدر تفتح الإفنت أول شي لازم يكون الرانق نتبعه واحد وعشرين أو فو هذا أول شي ثاني شي لازم تعملوا هاي الثلاث المهام لما تعملوهم رح يفتح لكم الإبنت طبعا هاي الثلاث المهام هي عبارة عن أدفنتر ميشن وهني الورد كويست يعني المهام العالمية هون اللي بتلاقوهم هون اللي بتلاقوهم هون في الأدفنتر ميشن طبعا المهام أنا عملتهم ومصورهم كمان ولكن لحد الآن ما قصيت المقاطع ودخلتها على اليوتيوب إن شاء الله رح أعمله بعد ما دخل هذا المقطع وخليكم بسني المهام لو ما عرفتوا كيف تعملوا المهام طبعا أنصحكم تعملوا قصة اللعبة الجزء الأول كاملة اللي نزلتها في قناتي بتلاقوها كمان تحت في الدسكريبشن واللي ما بيعرف كيف يصير من رانك عشرين لواحد وعشرين كمان عملت مقطع على هذا الشي بتلاقوه تحت في الدسكريبشن روحوا شوفوا كيف تدروا تطلعوا من الرانك عشرين لواحد وعشرين في مهمة لازم تعملوها مشان تدروا تعملوا هذا الشي الآن خلينا ندخل على الـ Event هذا هو شكل الـ Event خلينا نعمل Go هون بعد ما تعملوا كل الأشي يعني بعد ما يكون رانك عشر واحد وعشرين وتكونوا عاملين بثلاثة المهام لذكرتها لازم تعملوا Go وتقدروا تعمل Teleport زي ما بتشوفوا هون في عالمة هون بمكتوب أنه New Tournament is Open بنروح للمكان بنضغط على I want to join خلينا نضغط على أول واحدة طبعا في أربع راوندات Level 50 باختار الفريق اللي رح أختاره طبعا رح تشوفوا شي خلينا نضغط Edit Team نختار الفريق أعطوني هاي الشخصية بقدر ألعب بيها أوكي حلو للناس اللي ما عندهم شخصية قوية بيضروا يستخدموا هاد حلو حلو هاك الشيء مبدأي شيء حلو كثير هذا هو فريقي بعمل Go ونضغط على Start Drawing طبعا رح يختاروا لي وحش عشوائي اختاروا لي هاد نضغط على Start وهلأ رح نبلش نتحارب ضده لو لاحظتوا شيء هون مكتوب 19 راوند لازم تحاولوا تستخدموا أقر راوندات ممكنة في كل حرب تتحاربوا حاولوا لا تتعدوا الثمان راوندات لو قدرتوا ولو كنت مكانكم حاولوا تقتلوا هادول هادول لأنهم بيتفجروا لما بيموتوا ولما بيتفجروا بيعملوا دمج للشخص اللي قريب منهم هيك فبيكون سهل عليكم تقتلوهم كلهم هيك حلو خلصنا أول راوند بعد ما خلصت الراوندات الأربعة اكتشفت أنه ما لازم تستخدم هيلر فريقك لأنه ما راح يفيدك بشيء فغيرتوا فرح حاول أستخدم الشخصية اللي أعطونا إياها ورح حاول أجيب ريكورد جديد 10 total point عطونا 20 حلو خلصنا زي ما بيتشوفوا هاي خلصناها هاي بتفتحنا بعض يعني بكرا إن شاء الله راح تفتحنا هاي وطبعا اليوم اللي بعده هاي وإلى آخره راح ندخل هون هون زي ما بتشوفوا إنه لازم نخلص لازم نقضي على المونسترات كاملين في أقل من 30 راوند مشان ناخد أول وحدة ثاني وحدة لازم أقل من 15 راوند وآخر وحدة أقل من 8 راوندات بمعنى راوندين على كل منستر وهي صعبة شوي تجيبوها ولكن اللي عنده شخصيات قوية راح يقدر يمكن لو استخدمنا الشخصية الجديدة يمكن راح يفيدنا أكثر ونقدر نربع على المونسترات نضغط start ونبلش هيك قضينا عليهم في راوند واحد فالستة لنا سبع راوندات حاولت ألعب بدون هيلر في هاي الجزئية لأنه الهيلر ما استخدمتها كثير ولهيك حاولت أشيل الهيلر وحاول أحط فريق قوي فقط فاخترت الشخصية هاي واخترت معاها طبعا فريقي العادي بدون الهيلر وإن شاء الله راح نستطيع نربح بإنتوا بدون هادول راوندين هلا استخدمنا استنى لا تقولي هادث ثلاث راوندات استخدمنا ثلاث راوندات على ما أظن وإحنا لعبنا 2 أوكي طالنا 2 مستويات خليني نحاول مرة أخرى نضغط Start حلو قضينا على هات قضينا على هات كمان هيا رح نستخدم عليها راوندات كتيرة مشكلة هاي المنصر رح نستخدم عليها راوندات كتيرة خليني نحاول قولت نتبعوا عليها هيك رح نقضي عليها لأنه قصرنا لها الدفاع عن تباعها ليش ما قتكصر الدفاع عن تباعها حلو قصرناها الشدن تباعها فالدمج بيصير أعلى حلو هلا السؤال مين رح يعطونا Start يار بيعطونا فريق سهل طب بيعطونا نفس الشخصيات يعني ليش بيعملونا ترد بيعطونا نفس الشخصيات لتحاربنا ضدها خليني نحاول نركز على واحد فقط ليش لأنه لأنه لو كصرنا تشل نتبع شخصية واحدة فقط رح يعملهم دمج عالي رح تشوفوا فخليني نحاول نركز على اليمين يجيب القلد هيك رح نشلوا الشل نتبعه فشفتو أعملهم دمجي الاثنين حلو هلأ ضربة عادية أضرب القلدن تبعك حلو خلينا نجرب هاي اللقطة هون حلو اختار اللقطة تبعك رح حاول أقتل هاد بنستخدم راوندات كتير على شسمه على المونسترات خلينا نعطيها لهي لهي لهات خلينا تجيب القلدن تبعه أوه ما جابت القلدن تبعه مات واحد ضال الواحد فقط ولكن مستحيل أستخدم ثمان راوندات فقط استخدمت هلأ شي عشر راوندات على ما أظن لحد الآن دخلنا في الراوند دخلنا هلأ في الراوند كم الثالث أوه ثمانة راوندات جبتها فلما شلنا الهيلر جبناها الحمد لله الحمد لله جبناها فجبنا كل الأشياء المطلوبة اختاروا شخصيات العنصر من تبعها بتكون نقطة ضعف المونسترات مشان تقدروا تكسروا لهم الشلد وتفوزوا بسرعة فهذا كان الإفنت كامل إن شاء الله المهم اللي لازم تعملوها راح حاول بسرعة أعملها edit ونزلها على القناة بعد هذا المقطع مشان تستفادوا من هذا الشيء كمان إن شاء الله يعجبكم المقطع وتستفادوا من المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعل الجرس تنبيه حطوا لايك وانتوا المقطع نارك في المقطع القادم سلام